مرحبا بكم في قناتي اتعلم تقنية حيث ستكونون على موعد مع موضوع شيق ومبتكر اليوم هل ترغب في تحويل المص إلى صوت عربي أو أي لغة ترغب فيها وإن شاء شخصية متكلمة؟ إذن ستشعرون بالسعادة عندما تكتشفون الموقع الذي سنقدمه لكم اليوم حيث يقدم لكم جميع هذه الفدمات وأكثر مجانا وبدون حدود سواء كانت تبحث عن بديل مجاني لدي اي دي أو ترغب في بدء قناتك على اليوتيوب دون الحاجة لإظهار وجهك فإن هذا الفيديو هو بالضبط ما تبحث عنها سنقدم لكم شرحا مفصلا لكيفية الاستفادة من هذا الموقع المذهل واستخدامه بكل سهولة لا تنسوا أن تعبروا عن إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم والجديد دائما والآن دعونا نبدأ هذه الرحلة الشيقة بسم الله أول حاجة هنروح للموقع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة وموقع شرح اليوم هنيجي على الموقع هتلاقي وجهة الموقع زي ما انت شايف كده الموقع اسمه nero.ei والموقع الجميل دوت هو ده اللي هنستخدمه النهاردة في الشرح أول ما ندخل على الموقع بالشكل اللي انت شايفه دوت هنيجي عند كلمة create free ei videos وبعد كده هندوس من هنا كده وهيدخلنا على طول على أدوات العمل داخل الموقع طبعا أول حاجة هنعملها وهو تحويل النص إلى صوت أول حاجة تحويل النص إلى صوت هنيجي عندي text to speech بالشكل دوت وهندوس عليها بالطريقة ديت هتلاقي ظهرلك المربع اللي انت شايفه دوت عندك بعد كده ده صندوق او المربع اللي هنكتب فيه النص بتاعنا وليكن هنيجي مسلا ناخد الاول الجملة اللي احنا هنتكلم عنها انا محضر مسلا جملة هنا كده مسلا هناخده copy كده وهندخله في مربع text كده احنا دخلنا النص بتاعنا copy paste او بتكتب بييدك براحتك بعد كده بنختار language احنا بنختار اللغة العربية انت ممكن تختار اللهجة اللي انت حاببها فيه ارابيك اهو ارابيك عادي ارابيك الجيريا الجزائر ارابيك بحرين ارابيك ايجيبت يعني ارابيك مصر ارابيك ارعاك ارابيك جوردون كويت اي حق لبنان ليبيا كل دي باللهجات المختلفة عمان قطر سعودية كل اللي انت شايفه سوريا كل ده تونسيا يمن كل اللهجات دي هتلاقيها موجودة احنا وليكن هنختار مثلا ارابيك اللي هو الامارات وليكن مثلا انا ممكن اختار ارابيك مصر ولكن نشوف الامارات هتلاقيه اه افضل هنختار من هنا بعد كده يعني احنا اختارنا خلاص اللغة باللهجة هنختار بعد كده المعلق اللي هيتكلم الكلام النص النص اللي موجود دوت هنيجي هنا ونختار المعلق هيجيب لك هنا اشكال افاتار لولد وبنت هيجيب لك جنب كل شكل افاتار رقم ده رقم العمر التقريبي للصوت يعني مثلا هنا خمسين هنا تسعة وعشرين ستة وعشرين سبع وعشرين ده العمر بتاع الصوت التقريبي يعني هنيجي مثلا وليا كنا نشوف مثلا معينة للصوت الأفطار دوت ده واحد شوف البنوتة دي طيب نجا عند البنوتة دي ديت الولد ده ده خمسين يعني راجل كبير كل ديت أصوات لمعلقين انت بتختار المناسب وتبتدي تشتغل عليه هنختار من هنا مثلا وليا كنا نختار مثلا دوت تمام و بعد كده هندوس على لحفظ التغييرات وبعد كده هنختار يعني هل الصوت ده عاوزه يعني طبيعي ولا عاوزه يعني صوت واحد نايم ولا خايف ولا غاضب ولا سات حزين ولا هبي سعيد يعني ولا متفاجئ كل الأصوات يعني اللي انت ممكن تتخيلها هتلاقيها بالشكل اللي انت شايفه ده احنا هنخليه طبيعي عادي وبعد كده هندوس على بالطريقة ديت عشان يكون لنا الصوت كون لنا الصوت بالشكل دوت هندوس على سبيتش للمعاينة كده هتشوفه أهلا وسهلا سوف نتعرف في هذا الفيديو على موقع بكاء اصطناعي مجاني تماما لتحويل المص الي صوت وفيديو دوت كده احنا كونا الصوت طيب انا عاوز احمل الصوت اللي انا كونته دوت اعمل ايه هنا جايب لك كلمة كابي لينك هندوس على كابي لينك كده كده اخدنا لينك الملف هنروح بعد كده المتصفح مفتوح المتصفح فاضي وهنضيف فيه الرابط بالطريقة ديت وبعد كده هتلاقيه تحمل معانا دايريكت اهو تحمل معايا والملف صغير جدا فتحمل بسهولة جدا كده انا معايا الصوت بسيغة هنرجع تاني على الموقع المتميز دوت وبكده نكون خلصنا ان احنا حولنا النص الى صوت عربي زي ما انت شايف تحويل النص الى فيديو بعد كده هنيجي بقى التحويل النص الى فيديو تحويل النص الى فيديو هنيجي عن degenerate video بالطريقة ديت هندخل على generate video من هنا بالشكل اللي انت شايفه دوت وبعد كده هنختار وليكن مثلا اللغة العربية للامارات مثلا وبعد كده هنختار الجملة ديت مثلا وهنحطها في السكريبت بالطريقة ديت وهنختار مثلا هنختار المعلب هنختار البنت دي مفيش مشكلة نخليها البنت دي وندوس على وبعد كده نخليه نخليه ممكن تختار اللي هو نايمة خايف غاضب اللي انت حبه من دول براحة احنا نخليها طبيعي والكلام ده كله وبعد كده بعد ما بنختار دوت انت ممكن تختار خلفية واخبالك ممكن تختار خلفية او بدون خلفية ممكن نختار الخلفية ديت وبعد كده هندوس على generate video بالطريقة ديت كده هيجي لنا email عند تكوين الفيديو طبعا انت زي ما اتفقنا ان هو هيجي لك ان انت تدخل email بتاعك انا دخلت email قبل كده وسجلت في الموقع ولكن انت سجل وبعد كده هيكمل معاك بيقول لك your video is cooking up يعني بيقول لك we will send you an email when it's done يعني لما بيكمل it's usually يعني عادة takes a few minutes يعني هو يعني عادة بياخد بعض الدقيق فانت انتظر ما فيش مشكلة كم دقيقة وهتلاقي جالك email على طول على email بتاعك بتكوين الفيديو بتاعك هنستنى وهنرجع تاني هتلاقي جالك email زي ما انت شايف كده هندخل على email بالطريقة دية وبعد كده هندوس على c video هيفتح لنا الصفحة دية نعمل refresh كده تمام هنعمل refresh بالطريقة دية هتلاقي الفيديو ظهر بالشكل اللي انت شايفه دوت وهنعمل معاينة للفيديو كده سوف نتعرف في هذا الفيديو على موقع اهلا وسهلا سوف نتعرف في هذا الفيديو على موقع ذكاء اصطناعي مجاني تماما لتحويل النص الي صوتي وفيديو تمام ادي يعني ادي الفيديو بتاع البنت دية وزي ما انت شايفين بيتكلم بدور عقير سوف نتعرف في هذا الفيديو على موقع زي ما انتو شفتو كده بتدوس على copy link وبعد كده بتحط اللينك فيه متصفح وبعد كده ازهال لك بالشكل دوت هتعمل تحميل من هنا هتدوس على download download للفيديو هيحمل معاك على طول هنعمل كده download للفيديو هيحمل معانا على طول وبعد كده الخطوة ايه التالتة الخطوة التالتة بعد كده هنروح لموقع canva روح لموقع canva بالطريقة دية وبعد كده طبعا انا لازم اكون فاتح الاول موقع canva وبعد كده هروح لحسابي في تويتر اول مدخل على حسابي على تويتر هنعمل هنبحث من هنا بالكلمة اللي انت هتشوفها دية canva.com بعد كده slash brand slash join ودوت عشان نبحث عن يعني روابط الفرق يعني فيه ناس كتير بتبقى عاوزة تشارك التصميمات والتصميم على canva canva pro طبعا مع فرق او بتكون فرق فانت هتلاقي يعني فرق كتير او روابط كتير لcanva ان انت تستخدم canva هندخل على اي روابط من روابط فرق العمل دية علشان نستفاد بcanva pro علشان نعمل بقية شرحينا النهاردة ونستفاد بالمزايا المدفوعة اللي فيه فرق العمل وممكن نختاره وطبعا انصحك ان انت تختار روابط اللي موجودة في الطب طبعا هتنزل مسلا تختار اي رابط وليكن مسلا هنختار مسلا رابط رابط هندخل على رابط تاني مسلا يكون مسلا فيه طبعا فرق بتكون اكتملت فهنشوف جيره مسلا اوكي مسلا دوت تشوف دوت دوت هتلاقيه دخلك اهو على احد فرق العمل اللي انت ممكن تشترك معها وتدخل معها في العمل والكلام ده كله ابدع الان وهتبتد تشارك فيه الفرق الفرقة ديت او الفريق دوت اهو انا دلوقتي خلاص دخلت على الفريق دوت مسلا اللي هو الفريق دوت هو ربعمية وابعتاشر مسلا شخص يعني في الفريق هندخل بعد كده بقى هنختار مسلا اي حاجة من الحاجات اللي هنا هنختار وليكن مقطع فيديو بالطريقة ديت عشان نشتغل عليه وبعد كده هناخد الفيديو اللي احنا حملناه هنفتح كده كانفا وهنفتح كده وناخد الفيديو دوت ونحط الفيديو هنا اهلا وسهلا سوف نتعرف في هذا الفيديو دوت بعد كده هنخليه بكامل الشاشة يعني هنعمل كده click mean وبعد كده هنخليه الفيديو كخلفية هندوس كده نختار الفيديو كخلفية اهو الفيديو ابتد اهو بقى بكامل الفريم او مقاس بتاع الصورة الفيديو هنعمل كده بعد كده هتلاقي بكليك يمين نقدر نفصل فصل الفيديو من الخلفية هندوس على فصل الفيديو من الخلفية بالطريقة ديت يعني هنيجي هنا على الفيديو وبعد كده هندوس على كليك يمين وبعد كده هندوس على فصل الفيديو من الخلفية هيبتدي يشتغل على فصل الفيديو اهو هنيجي هنا تعيين الفيديو كخلفية وبعد كده هنعمل بالطريقة ديت هنقف كده وبعد كده هندوس على تعديل الفيديو وبعد كده هنختار ازالة خلفية فيديوهاتك بنقرأ بالطريقة دية هيبتدي يزيل الخلفية بتاعة الفيديو خلاص شلي الخلفية هنعمل تاني فصل الفيديو من الخلفية كده اهو بالطريقة دية هنيجي بعد كده عاوزين بقى نحط الافاتار دوت او البنت ديت اللي بتتكلم ديت نحطها في فيديو مناسب للكلام اللي احنا بنقوله فهنروح على فيديوهات هنروح كده بلاش من هنا ممكن فيديوهات من هنا مسلا نختار تطبيقات ونختار فيديوهات الفيديوهات من هنا كده ونختار مسلا فيديوهات لها علاقة بالزكاء الاصطناعي وليكن هنختار ونبحث عن هيجيب لنا فيديوهات كتير ممكن نستخدمها كخلفية وليكن مسلا نختار نختار ديت مسلا كده وبعد كده هنعمل الفيديو دوت كخلفية تعيين الفيديو كخلفية وبعد كده هنختار لأفصل الفيديو الاول وبعد كده البنت راح تفين اهو وبعد كده هناخد الفيديو بتاعنا ده كده مسلا او نختار فيديو تاني مسلا اي فيديو اي يوم معانا مسلا الفيديو دوت مسلا لأ اه رجع ترهام هنعمل كده وبعد كده هنعمل تعيين الفيديو كخلفية والبنت مسلا نجيب صورتها في مكان مناسب من الفيديو بالطريقة دي ونشغل كده وبعد كده هندوس بعد كده على مشاركة وتنزيل الفيديو كده هيكون معانا الفيديو اللي انت شايفه دوت وبرضو فيه طريقة تانية هنعملها بان احنا نستخدم موقع نيرو الجميل مع كنفا يعني بالربط مع كنفا لغاية ما يحمل الفيديو هندخل على كنفا كده وهندوس على فيديو بالطريقة دي وبعد كده هنختار هنختار بعد كده من تطبيقات او ابس حسب اللغة اللي انت بتستخدم بيها كنفا هندخل على التطبيقات ونبحث عن كلمة نيرو بالطريقة دي نيرو دوت اي اي او افاتارز اهو افاتار بي نيرو بالطريقة دي هيجيلك هنا بالشكل دوت هتدوس على نيرو من هنا وبهندوس على فتح هيفتح معانا نيرو داخل كنفا عشان نستقدر نستخدمه هيجيبلك الشكل زي ما انت شايف حاجة محترمة جدا طيب احنا ممكن نختار شخصية زي ما اخترناها من داخل نيرو وبعد كده نحط النص ونبتدي نستخدم الاداة الجميلة ديت من داخل كنفا هنختار مثلا وليكن البنت دي مثلا هنختار البنت دي ونختار مثلا وليكن نختار مثلا اهو عندك المعلق مثلا نختار البنوتة دي مثلا او نختار بنوتة دي نختار بنوتة دي او دي ماشي نختار دية نختار دي وبعد كده هنختار Arabic هنختار Arabic اوكي هنختار اللغة هنختار اللغة من هنا هو اتحلك من داخل نيرو من داخل Canva الانجليش فقط فهنترجم دية اخترنا الانجليش وبعد كده هنضيف النص هنا هنيجي هنا على ترانسليت جوجل هنترجم هناخد الترجمة وهنرجع تاني وهنعمل كده وبعد كده ده باللغة الانجليزية وبعد كده هنعمل طبعا زي ما انت شايف كده انا اخترت الافاتار يعني اخترنا الافاتار وبعد كده اخترنا اللغة وبعد كده اخترنا المعلق وبعد كده create your video preview speech كده اهو ده الصوت هندوس على create video هو كده بيعمل generating فبالما بيعمل generate هنخش على الفيديو هنيجي هنا كده اهو وهنشغل الفيديو بالطريقة ديت بس الفيديو شغل بالجمال ازاي تماما لتحويل النص الي صوتي وفيديو اهلا وسهلا سوف نتعرف في هذا الفيديو ده الفيديو اللي احنا كوناه عن طريق كانفا وممكن نستخدمه زي ما احنا بنستخدمه دلوقتي بان احنا بنعمل generate من داخل كانفا للشخصية ونبتدي نضيف الفيديو اللي احنا عاوزينه هنضيف من الفيديوهات هنروح للفيديوهات كده وبعد كده هنختار مثلا اي فيديو من دول مثلا وليكن دوت كده وهنعمل set تعيين الفيديو كخلفية وبعد كده هنرجع تاني اهو طيب هنيجي عن دينيرو تاني كده وهنختار مثلا وليكن هنختار الشخصية وليكن الشخصية ديت مثلا البنت دي وبعد كده هنختار اللغة الانجليزية زي ما هي هناخد الجملة اللي احنا مترجمينها وهنيجي هنا كده وهنضيف النص دوت كده وبعد كده هنعمل generate هنختار مثلا البنوتة ديت زي ما هي هندوس على create your video ونستنى لغاية تم يكون الفيديو ونرجع تاني وبكده ان يكون الفيديو كمان الافاتار اتكون اهو بالطريقة ديت هنعمل كده وهنعمل نكبرها شوية وبعد كده هنعمل بالطريقة دي click يمين وبعد كده هندوس بلاش click يمين لا هنروح على تعديل الفيديو بعد كده هندوس على ازالة الخلفية مش زيل الخلفيات هيبتدي زيل الخلفية الخاصة بالافاتار كده خلاص تم الانتهاء من ازالة الخلفية بالطريقة ديت كده منتظر انتهاء الكامل كده خلاص بقينا حطينا الفيديو دوت اهو كده بس ممكن نكبر شوية كده ونعمل دي كده او نخليها هنا مفيش مشكلة ونختار مثلا تشغيل اهو تمام جدا انا هعمل على طول مشاركة علشان نشوف تكوين الفيديو مع بعض ممكن نغير الفيديو اللي في الخلفية ده ممكن نختار فيديو تاني وليكن مسلا من الفيديوهات اللي هنا نختار فيديو افضل عن ال AI مسلا ممكن نختار نختار مسلا نختار دوت ونعملو تعيين الفيديو كخلفية بالطريقة ديت اه مسلا هي لبس اسود فانا مش عارف نختار حاجة تاني لا نختار حاجة تاني ممكن نختار فيديو تاني وليكن نختار مسلا نختار الفيديو دوت نختار الفيديو دوت مفيش مشكلة جميل دوت وبعد كده هندوس على تعيين الفيديو كخلفية انا هعمل كده اهو اه الخلفية دي تمام حلوة كويسة زي ما انت شايف كده طيب انا مسلا هجيب بقى الشخصية بتاعتنا دي هجيبها الناحية دي اولا نجيبها الناحية دي نخليها ما فيش مشكلة الناحية دي نصغرها شوية وبعد كده هجيب الشخصية دي كده وبعد كده هدوس على مشاركة وبعد كده اعمل تنزيل للفيديو عندي على طول هبتدي يكون لي في الفيديو في كانفا وهيكون لي الفيديو اللي هنشوفه اللي احترافي بالطريقة اللي انت شايفها كده احنا في يعني في الشرح النهاردة احنا حولنا النص الى صوت عربي وحولنا النص الى فيديو وكوننا مع الموقع الجميل اللي احنا شرحناه النهاردة عملنا ربط مع موقع كانفا واستخدمنا كانفا برو بشكل مجاني من الاستفادة بفرق فرق المضافة في تويتر علشان التصميمات واتاحة الابداع للجميع والكلام ده كله فتم تكوين كلام ده كله عن طريق شرح النهاردة وهنستنى تكوين الفيديو ونشوفه في الاخر هنتوقف ونرجع كده الفيديو اتحمل معنا هندخل على التحميلات من هنا تونلود وبعد كده هنروح للفيديو عشان نشوف بقى احنا وصلنا لايه بقص على اوبن كده حاجة محترمة جدا طبعا يعني فيديو فيديو من كنفة مع تقدر تكون الفيديوهات المناسبة ليك وتقدر تعمل محتوى بدون ظهور بالوجه وتقدر كمان تقدم محتوى عالي وجيد بشكل محترم ويش سريع من الادوات اللي احنا شرحناها النهاردة ده كان شرح اليوم يا رب تكونوا استفدتوا ويا رب اكون وصلت لكم المعلومة بصورة خفيفة وبسيطة تابع اكتر علشان في كتير لسه ما قدمناهوش متنساش ترك في القناة وفعل زر الجرس وضوص لايك لو عجبك الفيديو شكرا ليكم ومع السلامة